مدينة أفسوس القديمة الخطيئة تقتل كل شيء في حياة الإنسان طبعا بقول رسول بولوس أنتم الأمم يعني قبلا كل شيء حوالي بذكر في أعمال الخطيئة فهنا كانوا يعيشوا في عدات إباحية ممارسة مثلا الدعارة والجنس في مكان جست أمامي اللي كان فيه فتيات أو بنات مكرسات لهذا العمل للآلهة كجزء من الخدمة فكانوا يأتون من الميناء من البحر حتى يأتوا إلى هذا المكان وحتى فيه علامات على الأرض اللي بتقود إلى هذا المكان عدا عن المكتب يعني كان بيعتمدوا يمكن على الفلسفة أو الحكمة البشرية لكن هذه البلد كانت مليئة بالخرافات بالتعويذ والأصحار فكانت الناس تأتي من كل مكان حتى تشتري كتب سحرية أو تعويذ سحرية كنوع من الحظ أو من استجابة طلبة معينة أيضا لكن قمة هذا الجهل والعمى والظلمة أنهم كانوا يعبدون الإلهة أرطميس إلهة الخصوبة لها عدة أثداء كانوا بيعبدوها كانوا بيصنعوا أصنام وتمثيل لها حتى يعبدوها فعندما يقول الأمم طبعا بالمقارنة مع اليهود اللي كانوا شعب الله كنتم أو أنتم لكن صار فيه تغير وصار فيه تحويل لكن حالة الإنسان هي حالة الإنسان بغض النظر كل الخطايا اللي ارتكبت هنا في أفسوس فالخطية فعلا تقتل كل نواحي الحياة البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطيئة